ما إن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها برد دعوة طعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد حتى تصاعدت مؤشرات حكومة أغلبية وطنية شخذ همتها زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر وبدأ مشوارها منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قناة التغيير الفضائية التي حصدت أعلى المشاهدات على منصتها الرسمية لردود الفعل حول قرار القضاء العراقي قرأت المشهد بحالة من الشكر والثناء للقضاء الذي حقق ويحقق نزاهته واستقلاليته دوما في البت بمفاصل العملية السياسية المحتدمة حتى الآن وبعد أن عاد قطار البرلمان الخامس للسير على سكته الجديدة والذهاب إلى خطوة جديدة تتمثل باختيار رئاسة الجمهورية بتصويت سري لتنتهي مرحلة اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتبدأ مرحلة جديدة في تشكيل حكومة العراق الصدر أعلنها مرة أخرى بلسان أغلبية وطنية مع باب مفتوح أمام من يحسن الظن بهم كل هذا تأكيد على ترسيخ رفض التبعية والعنف وخرق القانون إذن هي مرحلة جديدة نجح فيها العراق بتأكيد نزاهة انتخاباته ونزاهة قضائه واحترام حرية اختيار برلمانه ورئيس برلمانه إلى أن يبدأ العهد الجديد الذي يتفق عليه عقلاء السياسة في إنهاء زمن التلكع الذي أخرج العراق من لغة الاستقرار والإعمار والصناعة والاستثمار وتلك التحليلات تقرأ بالصوت المرتفع عند المراقبين للمشهد السياسي الحديث في بغداد حيث العاصمة التي تريد فرض إرادة الدولة والقانون وهيبة البلد الذي يحفظ حقوق شعبه ومقدراته وينهي زمن الانهيار